انطلق غطار الانتخابات البلدية الفلسطينية قبل موعده حركة فتح أعلنت رسمياً عن تسجيل مرشحيها للانتخابات البلدية والمحلية في قطاع غزة الذي لم يشهد منذ تسع سنوات أي عملية انتخابية هي إذن فرصة لحركة فتح لتبعث الحياة فيما تسميه المصالحة الوطنية ولكن أيضاً لتختبر شعبيتها في القطاع بين الأهالي المثقلين بمشاكل اقتصادية جراء سيطرة حركة حماس على كافة مناح الحياة وبفعل الحروب المتكررة مع إسرائيل التي دمرت البنية التحتية هناك ستشارك الحركة في هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل إلى جانب حركة حماس بينما قاطعتها حركة الجهاد الإسلامي لكن مشاركة حماس لن تكون بقوائم حزبية صريحة بل عن طريق دعمها قوائم كفاءة مهنية قبول يشبه الحذر لكن المراقبين يرون فيه حدثاً بارزاً فحماس كانت قاطعت الانتخابات في عام 2012 ومنعت إجراءها في قطاع غزة ويأمل الآن كثيرون أن تساهم الانتخابات المحلية في حل حالة الأزمة السياسية القائمة بين حركة فتح وحماس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية صار بن عشوبة العربية ترجمة نانسي قنقر